إذن أمطار كشفت عن حجم الفساد وتصنيف العراق في مراتب متقدمة في هذا الملف ملف الفساد عن هذين الموضوعين ينضم إلينا عبر الأقبار الصناعية من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور فالح الخطاب وعبر الهاتف العمان الخبير الاقتصادية دكتور خدير كاظم حمودي لمناقشة ملف الفساد إذن نبدأ من إسطنبول مع الدكتور فالح الخطاب طيب دكتور فالح مرحبا بكم لنبدأ من صحيفة هولندية في تقرير لها تقول أن موفق الربيعي توسط لصرف 125 مليون دولار لشركة هولندية موضوع التوسط هل هذا نوع من أنواع الفساد دكتور؟ نعم هذا وجه من أوجه الفساد الكثيرة التي سوف نكتشف مع الأيام أنها لها ليس ألف وجه ووجه بل مربما مليون وجه ووجه وهذه ستتكشف مع الأيام والشعب العراقي إذا اطلع على الحقيقة في يوم الأيام وهي قادمة سيطلع عليها سيصاب ربما بأكثر من الدهشة التي هو فيها والمعاناة التي فيها حجم الفساد حجم كبير جدا وما يعيش الشعب العراقي الآن حقيقة هو مدخلات مدخلات لمخرجات وهذه المخرجات تتمثل في الاحتلال البغيض الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية وما نشهد اليوم هو مخرجات لهذا الاحتلال الذي تتكاتف عليه كل من إيران والولايات المتحدة للعلم للتذكير الشعب العراقي يعاني من حقد الولايات المتحدة الأمريكية منذ قرابة ثلاثة عقود نحن نتذكر العقوبات التي فرضت على العراق وقاس فيها الشعب العراقي الأمرين حبة الدواء كانت صعبة المواد الغذائية كانت صعبة رغم جهود الحكومة قبل 2003 في توفير البطاقة التموينية ولكن نعلم كم هي المعاناة بعد هذا جاء الاحتلال وقام بنفسه بزيادة معاناة العراقيين عبر توكيل مجموعة من الفاسدين الذين تنقصهم الإرادة والقدرة على القيام بواجباتهم بل انشغلوا فقط في السرقة والنهب ومعادات هذا الشعب الذي يفترض أن يكونهم جزء منه طيب دكتور فالح أرجو أن تبقى معنا سننتقل إلى سمية وضيفها عبر الهاتف نعم ونبقى في ذات الملف عن ملف الفساد لكن في شقه هي لاقتصادي مع الدكتور خضير كاظم حمودي الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان أهلا بكم دكتور دكتور هل تسمعوني؟ دكتور خضير يبدو أنه أهلا بك دكتور إذا سألناك عن أهم الأسس التي يعتمد عليها تصنيف منظمة الشفافية الدولية الذي صنف العراق في مراتب متدنية هذا العام لا أهلا بك بس تردع عن دكتور أهلا بك إلى حين أن تجهز دكتور ربما نعود لضيفنا في الستوديو نعم ضيفنا عبر الأقمار الصناعية من اسطنبول دكتور خطاب هناك في مواقع التواصل الاجتماعي الأمطار كشفت عن حجم الفساد المستشري في الدوائر الدولة وحتى يعني لا سيما الدوائر الخدمية كيف يمكن قياس ذلك دكتور خطاب؟ ما نراه اليوم هو عرض للمرض هذه كلها أعراض لمرض كبير هو الفساد وهذا الفساد ناتج عن الاحتلال ونعيد التأكيد على أنه كل من الولايات المتحدة وإيران تكون حقدا دفينا على الشعب العراقي وبالتالي فأنها سلطت عليه مجموعة من الذئاب التي لا ترتوي من دم هذا الشعب والتي تحاول كل يوم بل كل ساعة في أنها تنهش من دمه ولحمه نحن نشاهد الآن كما قلت أعراض المرض هذا هو مرض الفساد الفساد الشامل الذي نراه اليوم هناك فيضانات هناك سيول وهناك جفاف أيضا البصرة عطشة لا تجد المياه والمياه الآن كثيرة لكنها تذهب هدرا مشاريع وهمية كبيرة جدا أموال طائلة أموال الموازنة العامة أين تذهب؟ أين تذهب؟ تذهب في مشاريع وهمية نحن نسمع عن الفضائيين في الجيش ويبدو أنه العراق كله تحول إلى مشروع فضائي الفضائي يعني معنى أصبح متداول في كل شيء هناك أموال طائلة تخصص إلى مشاريع وهمية يستفيد منها حيتان كبار ثم تخصص الأموال البسيطة جزء بسيط منها للترميم فقط وليس لإنشاء بنية تحتية تهالكت بفعل الزمن بفعل السنين فما نشهده اليوم فقط هو أعراض طيب دكتور عفوا دكتور آسف للمقاطع ولكن أرجو أن تبقى معنا سأنتقل الكلمة لك سمية شكرا لك إذن نعود من جديد إلى ضيفنا من عمان عبر الهاتف دكتور خضير كاظم حمودي الخبير الاقتصادي أهلا بكم من جديد دكتور دكتور خضير نبدو أننا فقدنا الاتصال مع الضيف نعود مجددا إلى نعود إلى الدكتور دكتور فالح أنت ذكرت يعني مصطلع حيتان الفساد الحكومات المتعاقبة هل هي غير قادرة على القضاء على هذه الحيتان الحقيقة هي لا تملك القدرة ولا الإرادة يعني نحن في معضلة كبيرة جدا هي لا تملك القدرة على محاربة الفساد الذي استشرى الاحتلال الأمريكي أوجد هذا الفساد كطريقة حقيقية أكيدة لدوام الاحتلال وإيران بدورها التي تفرح لانهيار العراق وتدمير العراق بشكل منهجي أمريكا وإيران صلتوا على العراقيين مجموعة لا تملك الكفاءة يعني نحن نشهد نعلم جيدا أنهم بلا كفاءة لكن حتى لو توفرت الكفاءة لا توجد الإرادة لا توجد القدرة على تنفيذ ولذلك مذكرات كثيرة تصدر من المحاكم ما يسمى القضاء الذي قام بعد الاحتلال تصدر مذكرات بحق أشخاص معينين ولكنها لا تنفذ والسبب في ذلك لأنه الفساد مطلوب هذا الفساد إذا استمر هو الذي يؤسس لدوام الاحتلال وهذا هو المطلوب من المفارقات العجيبة أنه الشعب العراقي الآن يرنو بنظرة للأسف الشديد يتكلم عن انتشار القوات الأمريكية ويعتبرها المخلص فيما أن هذه القوات هي التي سمحت وتسمح بكل ما يجري في العراق وتحت إشراف خبراء من مراكز الأبحاث يعلمون ويفعلون طيب دكتور إذا دمنا نتحدث عن الفساد في العراق لكن الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال نراها ترفع شعار مكافحة الفساد في هذا الوقت صنف العراق في المرتبة الثالثة عشر عالميا بأكثر الدول فسادا في العالم ما أسباب هذه المراتب المتدنية في العراق في كل سنة يخرج العراق في مراتب متدنية من ناحية الفساد ما سبب في ذلك دكتور يعني كما قلنا السبب هو الفساد السبب أن الفساد أصبح مؤسسة معشعشة في كل خلايا الدولة إذا كانت هناك دولة في العراق في النظام الذي أقيمه بعد الاحتلال وهذا النظام يعيش على الفساد ويمول يعني يمول ذاتيا هذا هو التمويل يعني هي نوع من الرشوة التي تعاطاها الاحتلال لمجموعة معينة فاسدة لا تملك الكفاءة ولا القدرة ولا الخبرة ولا تريد أن تخدم كل أحد من هؤلاء يفكر بطريقة ما في نقل الأموال إلى خارج العراق حتى إذا حانت ساعة الصفر سيذهب هو بما حمل وبما حصل عليه من مال حرام وبالتالي العراق نعم سيبقى في هذا السلم بل سينحدر أكثر وأكثر إذا بقي الحال على ما هو عليه دكتور الأمطار تسببت بإغراق المحاصيل الزراعية في بابل غمرت الأمطار عدد من أحياء قضاء المسيب في محافظة البصرة حذرت اللجنة الأمنية في ناحية السيبة من غرق الناحية إثرة ارتفاع مناسيب المياه في شط العرب الحكومة دكتور الحكومة عاجزة عن مكافحة الفساد أم هي تعتاش على الفساد نعم الحكومة تعتاش على الفساد كما أنها عاجزة أيضا عن مواجهة الفساد لأن الفساد هذا له رؤوس عديدة متنفذين ومرتبطين بأجندات خارجية ولكن هم بالفعل ليس لديهم لا قدرة ولا إرادة اليوم مثلا أنا رأيي الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي لطلبة مدرسة طلاب ابتدائية يجلسون على رحلاتهم والمياه تحتهم تماما يعني هم جالسون في الصف قيل هذا في منطقة اليرموك ببغداد يعني وسط بغداد نعم نعم يعني هذا مشهد حقيقة أنت بإمكانك أن تتكلم عن فيضان هنا عن سيول هنا لكن مشهد مدرسة لطلاب ابتدائية المياه تحتهم هذا حقيقة جريمة جريمة في حق الإنسانية ما يجري في العراق هو جريمة بحق الإنسانية بحق العراقيين وكما قلت هذه الجريمة تمر بقرابة ثلاثة عقود منذ الحصار وحتى الآن كان معنا عبر الأقمار الصناعية من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور فالح الخطاب شكرا جزيلا لك سيد الكريم وأيضا عبر الهاتف كان معنا من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور قضير كاظم حمودي نعتذر له وذلك لوجود خلل ما في الاتصالات الهاتفية